معنا بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري أهلا بك دكتور إحسان معنا على سكاي نيوز عربية دكتور إحسان هذه التحركات هي تقريبا مفهومة الرسالة تعطيل هذه العملية السياسية المتسارعة لكن هل فعلا ممكن أن تعطلها؟ هل ممكن أن تؤخر اختيار رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية أيضا؟ شكرا لكم على الاستضافة أنا لا أمضي من أن هذه الهجمات ستعمل على عرقلة أو حتى أحباط محاولة استكمال الرئاسات المتبقية على العكس أنا أعتقد أنه سيكون هناك تحدي من قبل الفائزين الأقوياء الثلاث أضف إلى ذلك قد تكون طبيعة المواقف التي أصدرها سيد مقتدى الصدر منه بالتحديد مؤشر على الذهاب نحو حكومة أغلبية وطنية ومن ثم استكمال البرنامج الذي دفع به وهو حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وملاحقة هذه الجماعات نعم هناك محاولات لاستهداف حلفاء الصدر لكن بتصوري أن هذا الموضوع قد يحفز هذه الأطراف إلى اختيار سريع جدا يعني لرئاسة الجمهورية ومن ثم رئاسة الوزراء لغرض تقويض هذه الجماعات طيب دكتور إحسان يعني استهداف رئيس البرلمان استهداف أيضا السيد الخنجر في هذا التوقيت بعيدا عن استهداف مثلا مراكز لسيد مقتدى الصدر أو القيادات الأخرى ألا تعتقد يراد منها أيضا إيجاد شرخ طائفي هل هذا ممكن أساسا أم أن الوعي أصبح ناضجا الآن بما لا يقبل الشك بأن اختيار الجهات التي استهدفت مقرات حزب تقدم وأيضا مقرات حزب عزم أو تيار عزم هي كانت تستهدف ما تعتقده أنهم الحلقة الأضعف على اعتبار أنها أحزاب سنية لكن امتدادات هذا الموضوع اجتماعيا أتصور بأنها غير فاعلة خصوصا وأن السنة كمكون وأيضا الشيعة وحتى الكرد يدركون بأن ما يجري هو لعبة سياسية تحاول المكونات الابتعاد والنأي عن طبيعة هذا الصراع السياسي لكن أتصور بأن قضية الاستهدافات لمقرات القوى السنية الغرض منها هو أن تتراجع هذه الأحزاب خطوة إلى الخلف في تحالفها مع الصدر لغرض ممارسة الضغوط لإشراك بعض القوى السياسية الرافضة لما يجري الآن دكتور إحسان هذا المشهد بالأمس الذي رأيناه هو تكرر ربما للمرة لا أدري العشرين أو الثلاثين منظومة سيرام الأمريكية ترد على هذه الصواريخ والطائرات بدون طيار طبعا وهي بداية الصنع ليست متطورة لكن هذا الذي يحدث في سماء العاصمة العراقية بغداد متى سينتهي هذا يشكل يعني خطر حتى على المجتمع العراقي تفكيره مستقبله متى سينتهي هذا المشهد لن ينتهي هذا المشهد طالما كانت هناك جندات خارجية يعني جزء من استهدافات السفارة الأمريكية على مستوى الأيام السابقة الأشهر هو لغرض تحسين شروط التفاوض بالنسبة لطهران وأيضا ما يسمى بعمليات الثأر لما جرى لتصفية بعض القيادات الإيرانية أضف إلى ذلك يبدو الآن نحن أمام متحول جديد في هذه الاستهدافات وهي استخدامها كورقة سياسية وهذا أنا أعتقد أنه قد يفاقم الوضع الأمني في الداخل العراقي ما دام التصادم في المصالح موجود فالاستهدافات ستتكرر على اعتبار أن ما جرى أمس هو نعم استهداف الاستفارة الأمريكية لكن فحوى هذا الاستهداف هو رسالة إلى الصدر من أن هذه الجهات لديها القدرة على خلط الأوراق وأيضا إرباك المشهد الأمني لذلك طالما كانت هناك جندات خارجية ومصالح داخلية سياسية لهذه الجهات تصطدم مع بعض الأطراف الأخرى ستستمر هذه الهجمات وأيضا هناك قلق من أن يكون هناك احتكاك لا أقول محدود وإنما متوسط الاشتباك وهذا يضعنا أمام سيناريوهات مفتوحة دكتور أحسان يعني كما قال السيد مقتد الصدر هو يريد قرار وطني غير تابع لا الولايات المتحدة ولا إيران ولا أي دولة أخرى لكن بدون القضاء على هذه الجهات المخربة وهذه الميليشيات لن يكون هناك قرار وطني هل تعتقد ممكن أن نرى عمليات عسكرية ضدهم عمليات قابض إقصاء حتى أم أن هذا خطر يعني لا يستطيع من هو في السلطة اليوم فعلا بالنهاية الموضوع يرتبط بعملية الإصلاح ومكافحة الفساد ما لم يكن هناك تقويض وملاحقة ومسائلة للسلاح خارج إطار الدولة فبما لا يقبل الشك حتى مشروع الصدر لا يمكن أن يتحقق داخليا فيما يرتبط بالإصلاح في كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية لذلك أتصور بأن وجود الصدر ساند للحكومة القادمة يمكن أن نرى تغير في طبيعة التعاطي مع هذه الجماعات المسلحة مع الأخذ بنظر الاعتبار أن المواجهة قد تكون آخر الخيارات أتحدث عن المواجهة المسلحة لكن قد يكون هناك اعتماد لستراتيجية ترتبط بتفكيك هذه الجماعات يعني من خلال عدد من القرارات لكن بالنهاية أتصور بأن الاحتكاك سيكون حاضرا خصوصا وأن هذا السلاح يريد أن يفرض إرادة وقرار سياسي على حساب الواقع العراقي من بغداد رئيس مركز التبكير السياسي الدكتور إحسان الشمري شكرا جزيلا لك